ولمعرفة المزيد من الأصداء حول هذا الخبر طبعا العاجل معنا من باريس مراسلتنا عزة غريبة عزة كيف تبدو الأصداء إلى الآن؟ ماذا عن الأخبار التي تلت إعلان الإصابة مثل إلغاء كل الزيارات الخارجية خصوصا إلى لبنان؟ أشير فقط ناجد إلى خبر عاجل آخر يفيد بأن رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستيكس أيضا موضع في العزل لمدة أسبوع لأنه تواصل مع الرئيس الفرنسي الذي أعلن الإليزي إصابته بفيروس كورونا هذا الصباح وقد أجرى الاختبار فيروس كورونا هذا الصباح وهو يجريه بحسب الإليزي بشكل متكرر وحتى بشكل يومي أحيانا الرئيس الفرنسي الآن التساؤلات حول الأشخاص الذين تواصل معهم في الأيام القليلة الماضية مثلا كان قد استقبل أمس في الإليزي رئيس الوزراء البرتغالي وبالتالي الضيف البرتغالي وكل الوفد المرافق الآن تم إعلامهم وهذه مشكلة هذا الفيروس لأن تأثيره ليس فقط على الشخص المصاب والذي يؤكد الإليزي بأن أعراض إصابته تصيفة حتى الآن هو عانى هذا الصباح من وجع في الرأس وبعض السعال وقد أجرى الفحص بشكل سريع وتبين أن هذا الاختبار إيجابي وبالتالي تم إلغاء كل نشاطات الرئيس اليوم وكل تنقلات حتى في الأيام المقبلة بما يشمل ذلك زيارته المرتقبة إلى لبنان والآن هناك تطمينات على صحة الرئيس ولكن كما ذكرت لك كل المحيطين به من وزراء ومسؤولين سياسيين وحتى ضيوف أجانب يجري الآن إبلاغهم حتى يقوموا بعمل هذا الاختبار أيضا طيب عزة يعني الرئيس الفرنسي هو في مقتبل العمر ليس يعني كبيرا في العمر كما نستطيع القول هل أثيرت أي مخاوف على صحته أو حياته؟ كما ذكرت إذن الرئيس الفرنسي ماكرون هو شاب أربعيني هو من أصغر الرؤساء الفرنسيين بعد نابليون الذين وصلوا إلى سدة الحكم في فرنسا وبالتالي في هذه المرحلة العمرية عادة تكون الاختلاطات قليلة ونسبة الخطر أيضا متدنية ولكن كان هناك حالات قد أصابها نوع معين من سلالة الفيروس على ما يبدو هناك أكثر من سلالة من هذا الفيروس وكانت لها اختلاطات طبية خطيرة لحد الآن كما ذكرت لك إذن العوارض هي طفيفة وحالة المتابعة لصحة الرئيس الفرنسي أيضا متواصلة والتساؤلات التي الآن تدور في الشارع الفرنسي حول المدة التي سيغيب فيها الرئيس عن اللقاء بشكل مباشر مع الجميع خاصة أننا على أبواب فترة أعياد الميلاد ورأس السنة طيب عزة إلى أي مدى هذا أيضا يعني يقرأ نقوس الخطر الرئيس الفرنسي يصاب بكورونا كيف بقية الشعب الفرنسي أو المقيمين في فرنسا إلى أي مدى هذه المسألة خطرة إلى أي مدى يعني لا استطيع القول بأن هناك ربما انعدام للوعي لكن هناك خطورة عالية ليس كذلك هناك خطورة عالية والخطورة دائما موجودة ولذلك تأكيد من الرئيس الفرنسي ومن كافة المسؤولين السياسيين على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي الآن خرجنا من العزل التام في فرنسا والإغلاق التام ولكن في الخامس عشر من ديسمبر كان يفترض أن نخرج بشكل كامل أو بشكل كبير جدا من حالة الإغلاق ولكن الأعداد الكبيرة للإصابات في فرنسا والتي لم تصل إلى حد أدنى من خمسة آلاف إصابة وهو ما حدده الرئيس الفرنسي في كلمته لكي تخرج فرنسا بشكل كامل من هذا الإغلاق التام للأسف الأرقام لا تزال عالية جدا في فرنسا عشرة آلاف إصابة يوميا تقريبا بالمتوسط وإن كان عدد الوفيات قد تراجع عدد الوفيات في الفترة الماضية كان خمسمائة وفات يوميا ولكنه تراجع في الأيام القليلة الماضية وأيضا الضغط الاستشفائي على المستشفيات ولكن ما يتردد الآن ماجد هو مسألة كيفية انتقال الفيروس للرئيس وهو يقوم بكل هذه الاحتياطات وهناك حديث عن أن ذلك قد يكون من خلال غداء عمل أو غداء مع مسؤولين آخرين والدراسات الطبية تقول في الفترة الأخيرة بأن من خلال فترة الغداء وتواصل الأشخاص عبر هذه الفترة لأنهم يضطرون إلى أن يكونوا بلا كمامة فهذا الموضوع يطرح الكثير من الأسئلة حول كيفية الوقاية من هذا الفيروس طيب بالخلف منك عزة أيضا أرى هؤلاء الطلاب الصغار يجولون هذا منظر مفرح نعم هذا منظر مفرح نعم هذا منظر مفرح طيب لكن في اتزامنا مع هذه المسألة نشاطات المدرسية ولكن ترى بأن الكمامة كمامة إجبارية حتى في المدارس هم ذهبوا من المدرسة إلى النشاط الرياضي وهذه النشاطات أيضا محدودة جدا في هذه الفترة وهذه آخر أيام قبل أطلت الميلاد وبالتالي الجميع يحاولون الحديث إلى الكاميرا وسعيدون كما ذكرت الله يحفظ العياء الأبناء الصغار أينما كانوا لكن دعيني أسألك يا عزة عن موضوع اللقاح طبعا أعلنت فرنسا ودول أوروبية كثيرة عن موضوع اللقاح ما مستقبل هذه المسألة كيف سيتم توزيعه وهل تم اختيار لقاح معين عالميا نعم التوزيع سيبدأ في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر نحن بانتظار الضوء الأخضر من هيئة سلامة الأدوية الأوروبية وبعدها هيئة سلامة الأدوية الفرنسية ولكن الدول الأوروبية اتفقت على أن يتم توزيع اللقاح في يوم واحد وسيكون بداية في دور المسنين لأنهم لديهم عوامل خطورة أكثر من غيرهم فبالتالي ستكون لهم الأولوية في أخذ اللقاح هناك عدد من اللقاحات التي ستكون متوفرة في السوق الأوروبية والفرنسية تحديدا من ضمنها اللقاح فايزر ولكن لا يحق للشخص الذي سيقوم بأخذ اللقاح اختيار أي شركة سيأخذ منها اللقاح وبالتالي سيكون هذا الإجراء اختياريا وليس إجباريا اللقاح ومجانيا وكما ذكرت لك إذن الأولوية ستكون لمنهم في دور المسنين أشكرك جزيلا على كل هذه الرسائل من باريس ومراسلتنا عز غريبة